أمير فيصل بن فرحان في إطار الاجتماع السنوي للجنة التشاور السياسي بين البلدين على المستوى الوزاري نحرص القاهرة والرياض على دورية انعقاد المشاورات على المستوى الوزاري على نحو سنوي وما يتخلل ذلك من مشاورات على مستوى كبار المسؤولين بشكل ربع سنوي يعكس الأولوية والأهمية التي توليها كل من القاهرة والرياض للتشاور والتنصيق في مختلف الموضوعات على نحو معمق ومستمر هذه المشاورات تكتسب أهمية خاصة على ضوء توقيتها فيتأتي في وقت تزداد فيه أزمات المنطقة تعقيدا وعلى نحو بات يحمل مخاطر حقيقية وجسيمة على دول وشعوب المنطقة ويلقي بتبعات ثقيلة وملموسة على المشهد الدولي الحافل بالأزمات في هذه اللحظات الصعبة تزداد أهمية التنصيق بين الأشقاء وتكامل الأدوار خاصة إذا ما اشتركت الأهداف والرؤى والمصالح على النحو القائم بين القاهرة والرياض لقد نقاشنا اليوم عددا من الموضوعات ذات الأولوية الملحة على رأسها مستجدات الوضع في خطاع غزة والقضية الفلسطينية كما سبق لنا التأكيد مرارا سواء منفردين أو من خلال الجامعة العربية والقمة العربية الإسلامية الأخيرة فإننا نكرر المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في غزة وندعو المجتمع الدولي بكافة أطرافه لتحلي بقدر من المسؤولية والإرادة في إطلاع تجاه تحقيق هذا الهدف والمتعامل مع الأوضاع الإنسانية الفادحة ووقف الحصار والتجويع والعقاب الجماعي ومحاولات التهجير القصري لسكان قطاع غزة إن استمرار الأزمة وإطالة أمداها يضع المجتمع الدولي أمام مفترق طريق جوهري فأما السماح باستمرار هذه الممارسات الإسرائيلية دون رادع والسماح للحكومة الإسرائيلية بالاستمرار في ضرب عرض الحائط بكل الحقوق والواجبات التي تفرضها القانون الدولي وقرارات الأممية على نحو أن يجعلنا مستمرون في نفق اتساع دائرة الصراع إلى مختلف الجبهات والغرق في دوامة العنف والعنف المقابل والإبقاء على مصائر المنطقة وشعوبها وأجيالها القادمة والعالم بأسر رهينة في أيدي المتطرفين دعاة الحروب والعنف والدمار أو أن تظهر إرادة دولية سريعة وحسيمة لدفع الجميع إلى وقف العنف والحرب وسمح بإدخال كافة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وأخرها القرار سبع وعشرين عشرين بما في ذلك السماح للمنصقة الأممية بنشر المعدات والأفراد اللازمين داخل قطاع غزة لإنشاء آلية لتسهيل دخول المساعدات وأن يتبع ذلك إعلاء أصوات العقل والحكمة والسلام الجاد والحقيقي الذي يقود إلى حل الدولتين ويضع المنطقة حينها على مصار السلام والتعاون الحقيقي لما فيه مصلحة شعوبها ويحرم المتطرفين من زريعة استمرار العنف والحروب ويحمي الأجيال الحالية والمستقبلة من أثار ذلك وتبعاته المدمرة التي تطال الجميع ولا تستثني أحدا في مختلف أنحاء العالم لقد ناقشنا كذلك تطورات الأخيرة في البحر الأحمر واليامن وتبعتها سلبية الجسيمة على أمن المنطقة وحرية الملاحة والتجارة العالمية ونشدد من هنا على أن حرية الملاحة والتجارة العالميين هي حقوق ومبادئ دولية ثابتة على الجميع الالتزام بها مع التأكيد مجددا على أن ما يشهده البحر الأحمر من مخاطر هو نتاج مباشر للتوتر في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيلية في غزة وأنه من الضروري التعامل مع جذور الأزمات وليس فقط أعراضها تنوى أن كذلك خلال مباحثات التطورات الأخيرة في السودان الشقيق وتوافقنا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لإتاحة المجال لنفاذ الإنسان الكامل للموطنين السودانيين الأشقاء تمهيدا لتدشين مصار سياسي كما أكدنا على الشواغل والقلق بشأن تطورات منطقة القرن الأفريقي وأكدنا على ضرورة احترام سيادة الصومال الشقيق على كامل أراضي ورفض أي إجراءات من شأنها الانتقاس من ذلك وحط شقيقي سمو الأمير فيصل بن فرحان بالموقف الحالي بالنسبة لمسألة سد النهضة وقرار مصر بانتهاء المصار التفاودي اتصالا بما تأكد من استمرار السياسة الإثيوبية المتعنتة بل وتراجعها عما سبق التوافق بشأنه فيما يثبت استمرار غياب الإرادة السياسية لدي الجانب الإثيوبي للتوصل إلى اتفاق وإنما السعي لفرد الأمر الواقع وفي إطار حرص البلدين على الأمن العربي المشترك وعلى مصالح الشعوب العربية استعرضنا تطورات المشهد في سوريا وليبيا واليمن وتوافقنا على ضرورة العمل سويا نحو تأمين الاستقرار والدعم للدول الشقيقة وتعزيز التضامن العربي المشترك في مواجهة مختلف التحديات كذلك استعرضنا خلال المشاورات مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار حرص البلدين الواضح على كافة المستويات على تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية وغيرها مرة أخرى برحب بسمو الأمير أخ عزيز يعني تربطنا علاقة مودة وصداقة وعمل وتنسيق وثيق وتمنى له كل التوفيق والصحة والسعادة وأن نظل على هذه اللقاءات الدورية بما يحقق مصلحة البلدين شكرا جزيلا تفضل السماء